موضوع الكنيسة والتربية والتعليم موضوع اليوم هو موضوع الكنيسة والتربية والتعليم أنا بسرني جداً أن أستضيف صديقي أبونا بتروس عزار اللي اللي حضرته هو أمين عن المدارس الكاتوليكية اللي عنده أكتر من 330 مدرسة في لبنان ونحن اليوم رح نستضيفه في حديقة الهوب أكاديم بشرفني يكون ضيفه للدكتور نبيل الصديق العزيز وأنه كون أنا وياه عم نشهد أنه نحن بدنا نكون معاً وكنيستنا تكون دائماً عم تتعاون من أجل خير الإنسان ومن أجل ترق الإنسان لأنه كل إنسان هو على صورة الله ومثاله عبور لقاء والتقاء ويسعدنا التقاء رمزين من رموز التربية في لبنان دكتور قصطق لو سهلة فيك أبونا عزار كمان نحن منرحب فيك هل أدت تربية أساسية بمجتمعاتنا دكتور قصطق؟ طبعاً التربية هي أساس هي رافعة للمجتمع وخاصة بها الأيام الصعبة ولها الأجيال اللي صارت متفتحة كتير فالتربية منقدر نقول بتهذب هالتفتح وهالتكنولوجيا وهالعلم المتوفر للكل عضو ما تحدث عنه دكتور قصطق أبونا فينا نقول بعد التعليم رسالة مثل الأول يعني كان في قول معروف كاد المعلم أن يكون رسولة يصح القول في هالزمن حيث التكنولوجيا هي السيدة والتقدم والتطور بعد التعليم هو رسالة وسيبقى رسالة إلى أبل الأبدين ودهر الدايرين لأنه لو لم نتعليم الإنسان بيظل قابع بمغاور الجهل وبيظل ما بيعرف الحقيقة وبالتالي مش قادر يصال إلى معرفة ربنا لأنه الله هو الحقيقة الكاملة هو اللي نحن من آمن فيه أنه أرسلنا لحتى نكون معلمين في العالم لما قال اذهبوا وعلموا جميع الناس ويا ويلنا يوم المبعود في عنا لا مدرسة ولا تعليم ولا معلم يستحق أنه يكون عم يحمل لقب رسوله هالتكامل لحتى تنجح مهمة التربية لازم يكون فيه التكامل بين ثلاث نقاط في دور المؤسسة التربوية في الأهل وفي الطالب يعني قبل يمكن كانوا يقولوا هيدا ابني وسلمتك ياه للمربي وانت عمال شو ما بدك فيه هلأ اختلفت يعني في دور المؤسسة التربوية في المجهود اللي بده يقوم في الطالب والوعي كبير بهالنقطة وفيه بيتكامل الدور مع الأهل هل هاللعب ببلشنا نجيدة ونتقنة في شرق أوسطنا المتخبط بالصراعات ما في شك أنه هلأ التلميذ سبق أهله تخطاهن معلوم هلأ التحدي أنه الأهل يصيروا يعرفوا قد ابنون كلمال هيك المعلم أو الأهل صارت واجباتهم أصعب وخاصة في التكنولوجيا يقدروا يواكبوا معرفة الولد لأن إذا الولد لقى حال وصار يعرف أكتر منهم رح يفقد نوع من الاحترام فكلمال هيك واجبات خاصة المعلمين يلي إلهم تخرجوا من عشرين أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة وصار عندهم خبر التعليم لكن التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الحديثة فاق دينا التحدي يضلوا يقدروا ياخدوا بالإنجليزي بيقولوا building capacities يضلوا يدربوا أنفسهم ويضل المدارس تعلّمهم تنمية القدرات تماماً تنمية القدرات لحتى يقدروا يعرفوا بمعرفة التلميذ والأهل نفس التحدي أبونا عزار الغرب سبقنا يعني الولاد سبقوا أهلهم بس تجربة الغرب بالتربية سبقتنا أنا بدي أقول شغلي يعني أنه مكونات الأسرة التربوية هن ثلاثة يعني بتسمح لي شوي صحح السؤالة طرحته على الدكتور نبيل اللي هو حكيت عن المدرسة وعن الأهل وعن التلميذ صح المكونات الأسرة التربوية هن الأهل الأساتذي المعلمين وأيضاً إدارة المدرسة وثلاثتهم بخدمة التلميذ لأنه مصلحته فوق كل المصالح أنا دخلت الطالب لأنه إذا ما قدركنا قدرات الطالب وحتى اختلافه أحياناً لأنه هلأ صار الطالب حالي قائمة بحد ذاته كان قبل الطالب أصاصه مختلف التعامل معه مختلف هلأ صار هو جزء منها السلسية انطلاقهم من هون نحن لم نغفل لا دور الإدارة ولا تكاملها طبعاً مع الجهاز التربوي وقالوا مننا كل التقدير لمهمتهم الإنسانية السلسية الله يخليك بس بالوقت نفسه اللي عم تطرحوا السؤال يعني يا هلطرة الغرب سبقنا؟ نعم سبقنا الغرب بس إحنا بعد عنا إشي كتيري من تراثنا ومن تاريخنا أنا دايما بستعمل هيك تعبير إيه لو أحد اللبنانيين الكبار إيه لو نحن ومش بشوفت حال هيدا واقع نحن معلمه معلمي العالم ويا ويلنا لما نحن بنفقد هذا الدور يعني الحرف اللي طلع من عنا من جبال للعالم كله نحن اللي علمنا ناس الفلسفي والماتيماتيك وإلى آخره نحن ما لازم نخسر هذا الدور لازم نرجع نستعيده بس بالوقت نفسه مع التعليم في قيم بدك تحافظ علي اللي اليوم الغرب عم يفقده قيمت العائلة نحن رح نحكي قيم طبعا رح نحكي قيم بشكل مفصل بالقصم التاني هلأ قبل من فوت طبعا بالمحور التاني طرحنا سؤال على الناس ليه بيختاروا المدارس المسيحية اللي هي مدارس رائدة ومتقدمة جدا في شرقنا وفي العالم وفي عنا تقرير لاحق بيضيق على هالنقطة طرحنا سؤال على الناس ليه بتختاروا المدارس المسيحية خلينا نسمع ونشوف شو جايبه لأنه قادري نعلمه مشان هي بيونوا موظف بانك وقدري أعلمه كرمالة للأخلاق طبعا المهم الإدارة تكون مصبوطة والقنون يكون على الكل الدينية المفروض لأنه بيقدر تابعه أنا مني معه بقدس وبيعمل تقوصه الدينية بيتعلمها ولأنه المستوى أهم أنا ما بيقدر حتهم بدرسة خاصة حتى لو لايك مثلا ما بيقبلوا حتى بالصليب ما بيقبلوا فيه ولا بهولي كلهم أكيده مصرة ما بيقبل غير بمدرسة خاصة لرهبين أو رهبات يعني ما عندي مشكلة بحيالة مدرسة أنا مش لأنه مسيحية ولا لأنه بس لأنه بالمنطقة عندي مصريد الأهل المقتدرين يعني بلشنا بحد مقتدر اجتماعيا بيقول أنا بدي يكون مقتدر حتى حطهم بمدرسة مسيحية وراحوا لحتى يقولوا أنه بيتعلموا الأخلاق الحياة المسيحية والتربية والعلم يعني جمعتوا كل العناصر الأساسية لتكوين أجيال مقبلة المسئولية كبيرة دكتور أسطا المسئولية كبيرة وإذا بتسمح لي ضيف علي اللي قاله أبونا بطرس الغرب سبقنا بالتأقلم مع سرعة التغيير التغيير اللي عم بيصير أسرع من يلي بنستوعبه نحنا يعني أنا ما بعرف بعد عشر سنين أو عشرين سنة إذا رح نضلوا أولادنا أو أولاد أولادنا يقعدوا على نفس الكراسي اللي نحنا قعدنا عليهم أنا ما بعرف يعني هلأ اسمع عن فنلندا كيف صار المنهيج عندهم اسمع عن السويد كيف صار المنهيج عندهم عم بيغير الغرب أسرع منه لكن بيدربه عم بيفقد شوية قيم يلي أبونا حكي عنا فنحنا بتمنى نظل نحافظ على القيم متل ما شوية يسمعنا شو قالوا بهالريبورتاج ونقدر نتعلم من الغرب سرعة التغيير أحسن ما يسبقنا بكتير يعني فينا نقول أنه طالما المسيح قدوة لإلنا في الحياة في كل ما نقوم به القيم يجب أن تربط بما علمنا يا المسيح شو أبونا؟ طبعا طبعا المسيح هو القدوة لإلنا ولذلك يعني من وحي البرنامج عبور المسيح كان دايما يدعى تلميزه لنعبر إلى الضفة الأخرى يعني الضفة الأخرى ما ترح ما فيه عمل ما ترح ما فيه رسالة ما ترح ما فيه دور ما ترح ما فيه مسئولية بدأ تلقى على عتقنا من هوني نحن نشوف أنه السيدة المسيح هو المعلم وهو مش عن تكبر لا تدعو لكم معلمين على الأرض معلمكم واحد هو يسوع المسيح لي لأنه كان عم بإلنا الحق وكل من يقول الحق هو على مثال يسوع المسيح طبعا فيه نقطة كتير أساسية أنه لما منقول مدارس مسيحية منقول تربي دينية هي تؤسس لأجيال مرتبطة بالقيم اللي يجب على أساسها أن يربى الولد أين التربي أو إذا بنقول العلوم أو العلم العلم المسيحي بحد ذاته في مدارسنا بعدها موجودة ما فيني جاوب جواب واحد نعم موجودة أو غير موجودة لكن ما في شك موجودة ببعض المدارس وخاصة بالمدارس المسيحية لكن تحدي الكبير واللي سمعناه من شوية أهل أنا بدي إبني يروح على مدرسة مسيحية ما فينا نضمن أولادنا لمدرسة حتى هن تطلعون مسيحيين يعني المسيحية مش بس حفظ المسيحية الأهل بدون يقودوا بالمثل بدون تكون التربية المسيحية بالبيت متكاملة مع التربية المسيحية بالمدرسة ما فينا نعلم شيء بالمدرسة ويرجعوا على البيت الولاد ما يشوفوا ما منكون استفدنا ما ننكمل بعضنا البعض ما ننظل نفرق بالمدارس المسيحية وهذا اللي منشدد عليه بمدارسنا إن كان المدارس الإنجلية أو المدارس الكاتوليكية إن نعلم الدين المسيحي العملي والمبادئ المسيحية العملية وليس التعصب التربية المسيحية شو هي؟ التربية المسيحية تؤدي إلى تعصب؟ أبداً يعني إذا عرف أكثر أي ولد عن الكتاب المقدس عن الطريق اللي صار عليها المسيح لحتى يكون قدوته ممكن يؤدي فيه إلى تعصب؟ بالعكس صحيح كل ما تتقدم بالمعرفة المسيحية عم تتقدم بمعرفة كيف الآب أرسل ابنه وحبنا أكتر شيء يعني أنت عم تتقدم بالمعرفة المحبة والتطحية إنجيلنا شو بيعلمنا؟ بيعلمنا نحب الجميع حتى لو كانوا أعدائنا كيف اللي معنا بنفس الوطن من دين مختلف هاي دي أقل واجباتنا فالمدارس المسيحية عم بتعلم التربية المسيحية يلي هي في عمق إنجيلنا يلي أساسها هي المحبة وهيدا شيء بنفتخر فيه وعاكو حال طالما تفتخرون بهالعمق هيدا نحن حضرنا تقرير صغير تنقول فيه إنه التربية والتعليم والمسيحية هني منهم بس حاضر هني إرس وتاريخ بنفتخر فيه وبهالتقرير كل التفاصيل تعود العلاقة بين المسيحية والتعليم إلى العصور المسيحية المبكرة وقد دعى أباء الكنيسة إلى ضرورة التعليم لكل عضو في الكنيسة إن كان طفلاً أو معطنقاً للمسيحية وذلك استناداً إلى تعاليم الكتاب المقدس على مر العصور أسست الكنيسة المسيحية أسس النظام التعليمي الغربي لعبت الكنيسة الأرثوذكسية أدواراً مماثلة في التعليم وكان لها تأثير كبير على اللغات، الليسانيات وعلم النحو كان لنشوء البروتستانتية دور هام في تحسين مستوى التعليم ونشر المعرفة وفي إدخال الإجتهاد والتفكير الحر على الفكر الغربي التنافس الكاثوليكي البروتستانتي في بناء المؤسسات التعليمية أدى إلى انتعاش ورفع المستوى في التعليم والعلوم والفكر كما أدرجت كل من الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية التعليم كجزء أساسي من التبشير بهدف إرساء أساس تعليم العقيدة المسيحية من خلال تشكيل نظام تعليمي لجميع المستويات من المدرسة الثانوية إلى الجامعة يشير الباحثون إلى كون الجامعة ذات جذور مسيحية فقبل قيامها رسمياً عملت العديد من الجامعات لمئات السنين كمدارس مسيحية في أنحاء مختلفة من الشرق والغرب وفي زماننا تمتلك كافة الكنائس المسيحية جامعات خاصة بها المؤسسات التربوية والتعليمية المسيحية على تنوعها وأينما وجدت تتمسك بالأصول الإيمانية تعمل دائماً لخير الإنسانية وتصر على الانفتاح على الآخر أبعزار هالتاريخ اللي استطلعناه سوى بيحملكم المسؤولية نعم أديه؟ نحمل مسؤولية كتير كتير كبيرة في هالتاريخ هذا لأنه إذا بدي أرجع يعني لتقرير اللي كنتوا عم تعرضوه واللي هو حلو كتير شفنا أنه مع بداية الكنيسة كان فيه تعليم وكان فيه دعوة إلى التعليم والكنيسة حملت أبنائها وبناتها أنه نكونوا عم بيمارسوا هالمهمة هايدي حتى يقودوا الناس إلى طريق الخلاص وإلى محبة بعضهم البعض مثل ما كان عم يتفضل وقول الدكتور نبيل فيه كلمة مرأت بالتقرير حلوة الأصول وشغلة كتير مهمة بس كنت بتمنى تردف بالأصالة بالأصالة لأنه نحن اليوم بقلب هالعالم الأصولي نحن جماعة نفتش عن الأصالة ونقدم الأصالة في التربية وفي التعليم وفي الإيمان وفي العلاقات مع الأخلي الأصولية ترعبنا شوي الأصولية نحن لسنا معها أبدا أكيد لأنه نعرف نحن بالمعافظة على أصالتنا صحيح وعلى رسالتنا المؤسسات التربوية المسيحية من إرسالية وفينا نقول فيه فضاء التعليم المسيحي والتربية إلى مؤسسات تجارية سؤال كبير صارت مؤسسات تجارية دكتور أسطح أنا بدي ردك لمثل الوزنات اللي عطا يسوع المسيح بالكتاب المقدس بالكتاب المقدس عطاه وزن وعطاه خمسة وعطاه عشرة اللي عطاه وزن خباها واللي عطاه خمسة اشتغل على السكت قال له عطايتني خمسة هاي عشرة واللي عطاه عشرة ردن عشرين واللي وزن الخباها أطول جوابة فلسف فيه أنا فكرت وأنا فكرت قال له ما تضيع وقتك وينون ما بتستاهل من له يعطى ويزد نحن تركولنا الإرساليات وزنات واجباتنا نتاجر بالوزنات لحتى نزيد مدارسنا كلمة مدارس تجارية كلمة كبيرة لكن أنا سألتنا عن الغرب وفيه تغيير إذا نحن ما نعمل بالمدارس تبعيتنا digital transformation وإذا ما نعملها مدارس دامجي ليش الناس بتجي على المدارس المسيحية ليش إخوتنا المسلمين بيجوا على المدارس المسيحية مش لأنها مسيحية بيجوا بالرغم من أنها مسيحية لأن بيعرفوا منعطي التعليم درجة أولى وبس تعطي أفضل تعليم هيدا عليه كلفي ومجرد ما أنا طلع شو يعني مؤسسة لا تبغي الربح معناتها مقلة صاحب مدارسنا مقلة صاحب إلى الكنيسة إلى المؤسسة اللي بتستسمر بالمدرسة لحتى تطلع هيدا الولد من أفضل ما يكون ونقدر نواكب الغرب كلمة تجارية الكلمة مضمونة غلط لكن هل نحن عم نستخدم الفائد بهالمدرسة لتحسين وتوسيع ونشر الرسالة أنا بقول لك نعم وفخور هل نحن منطلع مصاري لنطلع الولاد ونعلمهم أفضل تعليم بقول لك نعم وأنا فخور بهالشي لكن ما تنتظر يكون عندنا وزنة يتركوا لنا عشر مدارس نطمرها ونقول حفظنا عليها نحن منخسر والتلميذة بيخسر والوطن بيخسر وربنا ما بيكون مبسوط منها تحدث عن عنوين جميلة بس الناس تقول أنه المؤسسة التربوية المسيحية هدفها الربح وفقط يحق لك أن تدافع بالحقيقة ما فيش زوم للدفاع يعني لأنه اللي واعيين للأمور بيعرفوا أنه إداءة المدرسة الخاصة المسيحية إداءة عم بتكون بخدمة شعبة في كل المناطق صحيح أنها مدارس لا تتوخر ربح بس وليكن لنا توخر حقيصارة كمان يعني المدرسة بدأت تطور حالها كنا عم نحكي عن التكنولوجيا كنا عم نحكي عن تقدم الغرب مهل تطوير هيدا التطور هيدا بده يكون فعلا فيه إلو أصص مادية مالية حتى تقدر تطور والتطوير عم بيكون من أجل خير التلامسي سؤلنا مرة أنه مهتمين بالحجر أكتر ما مهتمين بالبشر الجواب كان هيدا مأخذ كبير مش بس سؤال عادي الجواب كان الحجر كرمي للبشر بس مش البشر كرمي للحجر فيه فرق كبير يعني يعني نحن لا نضحي بالبشر لحتى نقدر نلتهي بالحجر من هالمنطلق هيدا اليوم نحن عنا بلبنان نحن عنا أنظمة وقوانين تنظم الموازنة المدرسية وبموجب هذه الأنظمة وهذه القوانين بتطلع الموازنة وبتروع على وزارة التربية وبكون الأهل موافقين عليها وبتكون معروفة ومحددة أنه في خمسة وستين بالمية جب أن تكون رواتب وأجور وملحقيتون والخمسة وثلاثين حتى تقدر تطور المدرسة والحتى تقدر تعمل قضايا تشغيلية بقلب المدرسة أنا بدي أسألك اليوم بعدنا نحن ملتزمين بالقنون خمسمية وخمسة عشر اللي بيحكي عن كيفية تنظيم الموازنة دكتور نبيل حد مني والسؤال أنا بيسألوا لإله يا هل ترى الخمسة وستين بالمية اللي هي رواتب وأجور عم نضيف عليها كلها التكنولوجيا عم ندقلة يما عم نخدها من قلب الخمسة وثلاثين اللي هي من أجل تطوير المدرسة وتشغيل المدرسة هون النقطة استسعيد اللي هي مهمة كتير إنه مفترض يكون فيه إعلاميا وهيكي بين الناس وإلى آخر يكون فيه توعية على مسألة تكوين القسط المدرسة لحتى ما تتهم المدارس إنه هي تجارية وأنا بقلك يعني الشي اللي كان عم بيقوله الدكتور نبيل أنا معه مليون بالمية يعني إذا نحن عاملين مؤسسة لحتى نخسر فيها يعني إذا الكنيسة عملت مؤسساتها لحتى تخسر فيها وتصفي عبق على غيرها إيباليها ساعتها تعرفين ممكن لأنه عطول في فكر عند الناس بس تقول كنيسة ومؤسسات مرتبطة فيها نظراً لموروث الأوقاف والأفكار الموجودة عند عامة الشعب تقول الكنيسة والأديرة مرتاحة على وضعها والناس هي بحاجة لأن تأخذ مما تعطيها الكنيسة هالشي تغير هالمعدلة بطلت موجودة ولا تخدم تربوياً كمان صح دكتور أس طبعاً هلأ بطبعنا نحن ما في شي بيرضينا إذا الكنيسة عملت مدرسة وبدأ إياها بباليش وانا الكنيسة عملنا مدرسة ببالي بيجي بقول لك شو عم بتعلمنا ليه غير مدارس شو عم بيعمل بتقول له أعطينا قصط بيقول لك أنت كنيسة صعب طبيعتنا البشرية صعب نقتنع بالوضع بدنا أحسن علم وأحسن درس وأحسن اللي بدك هي وما أننا نحن نشوف حالنا خرجين مدرسة مسيحية عريقة من سنة 1900 وبعدين بس نطلع منقول معهم مصاري كتير ما فينا عالميلتان لندرب حنين بكل بساطة الرسالة والتعليم والتربية اللي كلفته نحن واجباتنا المسيحية يلي مش قادر عها الكلفة نحن واجباتنا نساعده لو تدينا واجباتنا الفقير أو اللي عنده تحدي أو كله نساعده لكن بنفس الوقت واجبات الأهل يلي الله أنعم عليهم يساعدونا لقدر نعلم أحسن علم ونساعد من هم أصحاب حاجة أبعزار طبعا حيثك بك ديد شيء على دكتور أسطح لكن نحن شعبنا تعود على المجانية ونحن لما نطلق التعليم طلق التعليم بالكنيسة ما كان منظم مثل اليوم يعني كانوا بالبدايات القسسين والرهبين والرهبات والإخوارني يعلموا تحت السنديانة وتحت الشجرة ويبعثون وكان الأهل يكافوا هالأسيس أو هالرهبة بشي من هيك من أرضهم بصندوق التفاح بسلة بيض اليوم ما عدنا هيك اليوم صار فيه أنزمة عم تفرض عليك وأوانين عم تفرض عليك وما عاد في عندك الببليك اللي كان يعلم يعني اللي هو الجمهور الكهنوتي والرهباني وإلى آخرة ما عاد موجود بالكفاية يعني مثلا أنا بذكر أنه أحد الأخوة من المدارس المدارس المسيحية كان عنده قول يقوله كتير حلو يقول للمعلمين انتبهوا أنه ذات يوم بده يجي راهب كان هو يعلم بدكون أنتوا تتركوه المحل لأنه الناس عم يبعثوا أولادهم على المدرسة لأنه في أسيس عم بيعلمون في راهبي عم بتعلمون في خوري عم بيعلمون من هالمنطلق هذا كان وقته فيه مجانية اليوم معادة المجانية متوفرة مثل الأول أكيد دكتور أصطى في نقطة كتير حساسة في مدارس تاريخ العريق عرفت مدارس مسيحية صرف هلأ منحس أنه بالاسم تابعة لجمعيات تربوية مسيحية لكن حتى بالإدارة وبالحضور غاب عنا الدور المسيحي لأسباب طارئة لأسباب نتجة عن الحروب كيف فينا نبرل هلأ ما في شك وخصوص في لبنان مثلا أو بالشرق الأوسط وحتى بسوريا وحتى بسوريا ما في شك أنه المدرسة بتعكس الجغرافية طبع البلد يعني مثلا نحن المدارس ياللي هلأ بمناطق صيدة سور النبطية كل ياتنا بنعرف أنه الجغرافية السكانية صارت من طايفة معينة والمدارس هي مسيحية لكن هذا شيء بسرنا بالمناسبة صار معظم طلابنا بهيديك المناطق من طواقف غير مسيحية ومثل ما قلتلك قبل ليه بيجوا لعنا مش لأنه بس مسيحية بالرغم من أنه مسيحية لأنه نحن منعلم الاحترام منعلم الأخلاق ومنعطي أحسن علم فواجباتنا أن نكون سباقين نرجع لموضوع المصاري أن نكون سباقين لنقدر نجيب أفضل تكنولوجيا وأفضل وسائل تعليم وأفضل مدربين حتى كل الطوايف الضلة تجي لعنا يعني نطلع من إطار العنصرية اللي حكى عنا الأبونا واللي هي ما منقول تخيفنا عدد ما نقول نحن المصرين نبتعد عنها على كل حال نحن نؤكد أنه دور المدارس المسيحية رائد بهالمجال وأهم محور من محورها هو قبول الآخر وتعليم قبول الآخر عن هالموضوع رح نحكي بكل تفصيله مباشرة بعد هالاستراحة الإعلانية خليكم معنا نعود بعدها لمتابعة عبور ونعود لمتابعة عبور لقاء والتقاء الأب بوترس عزار وأنا نحن ضيوف دكتر نبيل أسطى في حديقة الهوب أكاديمي نحن منشكركم والموضوع دائما الكنيسة والتربية والتعليم في المدارس المسيحية نعلم طلابنا قبول بعض مهما اختلفت أديانهم وتواقفهم وهيضا أمر صعب منه سهل أبدا وخاصة نحن في زمن التعصب والعصبية بذات الوقت أدي هالمهمة عم تاخد من وقت كون دكتر أسطى ما في شك أنه مهمة صعبة كتير وخاصة نحن مثلا بلبنان من سنة الخمسة والسبعين بهالمشكلة لكن وهلأ الإضافة عليها صفة السورية والشراء الأوسط وكل هالحديث المزعج يلي الأعلام غسل دماغ الولاد فيهم لكن أنا اللي بتمنى على طول بنحكي فيه بمدارسنا ما ما ننظل نعلم قبول الآخر ما ما ننجعل قبول الآخر فقافة ننمو فيها بدل ما نظل نعلمها ما ما ننصير نعيشها لتصير وحدة من القيم الثابتة بمدارسنا بحقلنا نعلمها لمدة معينة بأول السنة لوقت معين لكن التحدي تبعنا كمدارس مسيحية نصير نعيشها بدل بنعلمها فقط نصير عندنا ثقافة وقيمة مهمة بمدارسنا تطبيقيا هالأمر منه سهل خاصة أنه تلميز يأتي إلى المدرسة مع موروث ثقافي واجتماعي وديني من الأخطر والأصعب في مجتمعاتنا وخاصة أن نحن في ظروف منا سهلة هل هاشي بيتطلب بمرحلتنا الدقيقة حالة استنفار تربوية غير تقليدية لتعليم مبدأ قبول الآخر من غير طائفي أبونا عزار؟ طبعا حالة الطوارئ لازم تكون معلنة دايما لأنه في نحنا غريب عندنا حساسية هيكة على كل ما هو طائفي على كل ما هو سياسي يعني دغريب نتفاعل معه وأهلنا وتلميزنا ومعلمينا بيتفاعلوا كمان معهم بسرعة لها السبب حالة هذه الطوارئ اللي يجب أن تكون موجودة حتى نظلم أمنين الثوابت اللي بدنا نحافظ فيها على عيشنا معا نكون معا دايما وبالوقت نفسه على أنه يكون عم نحقق أهداف إنسانية نبيلة أنه الإنسان هو خي الإنسان من ما كان يكون كل إنسان هو أخي ما فينا نحنا نبعد عنها الأخوة والسنة فخامة رئيس الجمهورية العماد مشيل عون طرح من على منبر الأمم المتحدة أنه يكون لبنان هو مركز لحوار الأديان والثقافات دايش نحن بحاجة كتير لهالموضوع هيدا حتى نرجع نقتلع هالإشي اللي بتقصمنا عن بعضنا البعض ونرجع نكون رسالة لهذا المشرق كله سوا لأنه فعلا هذا المشرق بضيع كل تاريخه لما نحن ما منعود موجودين فيه من جهة ولما ما منعود عم نقدر نعطي التعليم اللي واجب إنه يكون لحتى تقدر تنبنى كل الأوطان مش على العصبيات ولا على الأحادية ولكن على القبول للآخر وعلى الانفتاح على الآخر هيدا هو رسالتنا باعتقد الإنجلية هيدا هي رسالتنا المسيحية إنه يكون في عنا هذا الانفتاح اذهبوا إلى كل العالم يمكن في نقطة أساسية يجب أن نعود أو نخلي ولادنا موجود بزهن قبول الآخر المسيح نحن بنعرف دكتور أسطى مع الخلافات العقائدية المسيحية في مورسات شعبية عم تخلق حتى تفرئة بين الطلاب المسيحيين بين بعضهم قدي لازم ننطلق من هالنقطة ونشتغل عليها لنبلش نعود الطالب على قبول الآخر من غير ديانة ونقطة جوهرية وأساسية لا ما في شك وهذا التاريخ القديم وهلأ موسم الأصلاح الإنجيلية فيه ناس كمان بيسيقوا فهموا كتير ما في شك دور هالجيل دورنا إنه نقدر نفهم هالتلميذ ونقدر نخبرهم شو الفاليو إنه المسيحيين كلهم يشتغلوا معا ما في شك إنه ما فينا بقى نتغاضى عن هيدا الموضوع هلأ التحدي برجع بقول التحدي مش بس بالكلام لما نشوفونا أنا وأبونا بطرس أصدقاء وأبونا جورج ديماس اللي ما كقدر يكون معنا وحال وحدي وتنسي بدون ما نحكي عم نعيش لها الحياة يلي منكون المثل الصالح ومنخلص هالتاريخ القديم يلي كان مزعيشه كل حدا مننا عنده خصوصياته لكن نحن مع قبول الآخر منعلم احترام الآخر إذا أنا بصلي خمس مرات بالنهار وإنت بتصلي ثلاث مرات وهو بصلي الأحد وأنا بصلي الخمي هذا موضوع خاص فيه لكن نحن ما نتعايش مع بعض نعيش قدام بعض كقاضي لكون المثل الصالح بدل ما بس فقط بالكلام يمكن في نقطة المدارس بتعمل جهد كبير بس بيبقى دور الأهل يعني اللي بتحضروا أنتوا بالمدرسة ممكن ينزعوا بالبيت هل في مسعى لأن تقوم المدارس بأعداد دورات للأهل لحتى يتكامل الدور بين المؤسسة والمنزل في نعم في مبادرات كتير بها الخصوص لأن المدرسة ما فيها تكون لوحدة بس المهم أنه ما حدا يستقيل من دوره لا المدرسة لا قدرة المدرسة يستقيل من دوره ولا الأهل يستقيلوا من دوره ولا المعلمين يستقيلوا من دوره لهالسبب دايما نحن بنحكي عن الأسرة التربوية يعني اللي بتكون جامعة لحتى نكون كلنا سواء مثل ما برجع بردد أنه نكون بخدمة هذا التلميذ اللي هو أمل المستقبله من هوني نحن حريسين دايما وأنا بعرف من وقت ما كنت مستلم إدارة مدارس أنه كنت دايما أعمل لقاءات للأهل ولقاءات للمعلمين لقاءات روحية لقاءات اجتماعية لقاءات حتى نطلعهم على موضوع المدرسة وأوضع أولادهم وإلى آخره هوني بذكر شغلة قمنا فيها بكل مدارسنا وبطلب من وزارة التربية مع العلم أنه كنت موجودة عندنا اللي هي النظام الداخلي لكل المدرسة اللي بيفرض أولاً أنه الأهل يطلعوا على هذا النظام وتكون المدرسة عم تشرح لني وبالوقت نفسه اللي بيتضمن فيما يتضمن لقاءات دايماً مشتركة هوني بدي أسمح لنفسي ومع الاعتذار كتير كبير من كتير من الأهل اللي كانوا يلبوا الطلب أو يلبوا النداء أو يلبوا الدعوة أنه في أهل ما عم بيلبوا الطلب تيكونوا على قهبة مع المدرسة حتى يقدروا ينجدوا هالتلميذ هالطالب هالطفل اللي هو بحالة تطور وبحاجة إلى أنه ينمى نمو هيكي كامل ونمو متوازن وما يضيع في المستقبل هوني أكيد الدعوة للأهل أنه ما يتركوا المدرسة أولاً ما بيجوز أنه يهملوا دورهم التربوي وتانياً ما بيجوز أنه يعطوا صورة غير لائقة عن المعلم اللي عم بيعلموا ليدهم وثالثاً ما بيجوز أبداً أنه يكون عم يعطوا قداموا ليدهم صورة سيئة عن المدرسة تنرجع للموضوع اللي حضرتك طرحته أنه هادي مدارس عم بيعملوا تجارة وعم بيعملوا إلى آخره نحن برجع بقول بدنا نكون أسرة تربوية واحدة وطبعاً في موضوع أساسي أيضاً التعاون بين المؤسسات التربوية يعني حضرتكم وأنا أصير على هالنقطة بيعني عبور لقاء والتقاء لما تلتقوا على اختلاف يمكن الأبعاد العقائدية والإيمانية لما بيجمعكم الهدف ولما حضرتكم بتسوقوا هالصورة أكاديمياً أدي هالشي بيخلق مناخ أفضل عند المؤسسات التربوية وعند الطلاب وعند الأهل يعني لما منسوق هالصورة أدي التقاءكم بيزرع موجة إيجابية بكل نواحي المجتمع نحن أعضاء باتحاد المؤسسة التربوية يلي أبونا هو المنصق طبعه ومعنى تعرف التربية في لبنان المدارس تابعة لكل طوايف كل طايفة إن كانت سنية أو شعية أو ارتولوكسية أو مرونية أو إنجلية وإلى ممثلين بالحقيقة بيحكي بضمير صالح أعز الأصدقاء وهذا الموضوع ما بيعني لنا شيء مطلقاً بالعكس موحدين ووضعنا كتير منيح وهذا عبنعكس بالخير على مدرسنا نحن ما عنا مشاكل في مدرسنا نحن مشاكلنا الأعلام والأهل وهذه مسؤولية بنحملكم إياها كمان بالأعلام طبعاً لأولاد رح يصير معهم سكيزوفرانيا انفصام بيجوا لعنا من الساعة سبعة ونص للتنتين قبول الآخر واللي قاعد حده من غير طايفته أستاذه طيب بألف خير من ربنا بيروحوا عند أهلهم بيسمعوا لغة مختلفة والويل والثبور وعظائم الأمور بس يدوروا التلفزيون صح فعن بيعيشوا بيغسل الفكر كلية تماماً فعن نعيشون بتحدي نحن منزرع شي والأهل بيزرعوا شي والإعلام بيزرع شي لكن نحن متأكدين أنه نحن رح نربح لأن نحن عم نقضي الوقت الأكبر معهم وقد ما منقدر عم نقدر نعيش قدامهم بالمدرسنا كمثل صالح أكل حال نحن سألنا الشارع والناس وقالنا أنه طالب لما يختلط بطالب آخر بالمدرسة شو بتكون النتيجة؟ وقدي أنتوا بتحبوا بتحبوا ولادكن يتعلموا بذات الصف ويختلطوا بحياتهم بالمدرسة بالطلاب من أديان أخرى تنشوف بهالتقرير شو كان جوابهم أكيد هالشي بيساعد الأولاد على قبل الآخر كل وقت مثلا المسيحية بياخدوا من الدين الإسلامية الأشياء المنحة وكمال بالعكس بسي في احترام زيادة لبعض يعني أنا في قريبيني من غير دياني وحطينو بمدرسة خاصة مسيحية وعم يتعلموا اللذي صلوا عادة حتى يمكن هنو حارين يتعلموا تعليم مسيحي أو مش حارين إنو ما عنده مشكلة يعني ما بيأسر على شيء مهم بيكون عائلته أخليقها منيحة هو مرابي منيح ما في مشكلة أبدا نحنا بالصافة عنا من كل الأديان وكلها منحب بعضها بسي المشكلة برات المدارس العقلية عند الأهل اللي عابد شربوها كان طائفية أو مذهبية أو إلى خيره بالماضي كان قبل الخمسة وسببين كنا نتعلم بالسنوية في إسلام ومسيحية ودروز وفلسطينية ومن جميعهم كلنا سوا كلنا من بعد الخمسة وسببين صار في حرب وصار في تفرقات مثل ما اللي نحنا ما تعلمناه اللي نحنا بالحرب كنا مقصمين وأنا عايش بمنطقة كنت مسيحية صرف ظهرت ما كنت عارف أنه في إسلام أصلا بالبلد وأنا مسلم وحاطة أولادي بمدرسة مسيحية يعني تعليقات الناس فينا نقول اتخذنا إلى مكان إيجابي بطمين لكن بدنا نرجع لواقعنا هون بهالمنطقة تعليقات الناس وين أخذتك؟ أخذتك على قيمة لبنان هو رسالة وهو دور وهو نموز هذا لبنان شئنا أبين اللي من سنة الخمسة وسبعين بيكسروا فيه لكن هيدا لبنان هالسبعة ثمان أراء المتواضعة هيدا هي قيمة لبنان يلي ولا دولة أخرى عنديها I'm sorry قطشتك لا بالعكس ونحنا هيدا نصر علي وطالما تتحدث عن لبنان اللي هو حالي خاصة في هالمحيط لبنان هلأ عنده كتير من الضيوف وهالضيوف موجودين بكتير من كتار شوية فائد يعني بس الأساسي أدي فينا نحنا ننجح ننزع من فكر هالطالب الموجود عنا صورة موجودة بحياته يعني شافة شاف شخص من طائفي أخرى عم بهجره شاف شخص من طائفي أخرى عم يسلبه حقه بالحياة الكريمة بحقه بممتلكاته وبأرضه سرق منه أرواح أقرب الناس لألوه الأمر منه سهل هالقد نحن ما نكون إيطوبيين ونكون مثاليين وأدي دور المدرسة هون بتغلب علي التطورات والأحداث وما فينا كتير نعيش بجزيرة عن كل اللي عم بصير أبونا عزار تقيل السؤال بالحقيقة تقيل السؤال وغني وواقعي وتقل معنوي بس واقعي واقعي صحيح بس أنا بدي أقل لك شغلي يعني وهيدي أنا يعني حريص علي وبتشرف إنه كون يعني عمن عمن مرسة مع أكتار يعني كل إنسان بالنهية برجع أقول هيدا خي ولكن المهم إنه يكون فيه هناك دولة عم بتحط النظام لحتى كل اللي موجودين على أرض هذا الوطن يكونوا عم يحترموا نظام هذا الوطن ومن هون بتبدأ ساعتها ما بيعود فيه خوف يعني بيبدأ بتبدأ مرحلة جديدة من الأخوة نحن لبنان احتمل الفلسطيين كذا سنة من سنة 48 ونحن عطيناهم أفضل أماكن بس هن اللي طلعوا بعدين ضدنا السوريين اليوم استقبلناهم على الرحبة والسعة نعم بكل مكان بالعالم بلبنان موجود فيه ولكن إذا كانوا عم بعيشوا نيح تحت نظام بلدنا ومحترمين نظام بلدنا أكيد نحن ما قلنا شيء عليهم أبدا بيتعلموا بمدارسنا بيأكلوا من أكلنا بيأكلوا من خبزنا وإلى آخره بس بنا نعرف أنه هذا الوطن معروف في حدوده أدي ما بيساع أكثر من حدوده ولهالسبب نحن بدنا نكون حريصين لحتى كل إنسان يرجع لموطنه لحتى يظل محافظ على تاريخه ما بيحقلنا نحن نغير تاريخ الناس وحضارة الناس وجغرافية الناس أبدا لازم كل واحد مطرح ما هو عم بعيش يكون دايما في عنده مرتبط بجزوره لحتى يقدر يعيش تقليده وتقليد أهله وظل محافظ على تاريخه نحن ما بدنا نمشي بهال شو اسمه المقولة اللي كانت تقول دخلونا بالتاريخ قالوا بس طلعونا من الجغرافيا شو إله معنى الجغرافيا بدون التاريخ وشو إله معنى التاريخ بدون الجغرافيا هو التاريخ أماني وبدون شك ونحن مفروض نكون عنا أماني بنقل التاريخ أو بأحياء التاريخ بذاكرة أبنائنا مثل ما هو لما من بعدهم دكتور قصطع عن الواقع التاريخي مثل ما هو يعني لما نحن منصلخه عن حقيقة ما يجري في محيطه وما يتعرض له هو وأهله ومنحطه يمكن بعالم مثالي مبني على العقيدة المسيحية وعلى التربية المسيحية وعلى السلام الإنساني بالمطلق نحن ما في خطر ما نكون أو فياء للتاريخ اللي يحياها الولد ونفصله ونبعده ويوصل لمرحلة من الزمن يقرأ في الكتاب عكس ما نحن نحيي في ذكرته نحن بالحقيقة هيدا موضوع دقيق يعني نحن عرضنا تلميذنا وطبعا عم نحكي هلأ عن المهجرين السوريين التلميذ اللي معنا عرضناهم لامتحان صعب كتير فرد مرة صار عنا 400 ألف تلميذ سوري 60% منهم عندهم تروما لأن شاهدوا حدا من أهلهم يا عم بيخطف يا عم بينقتل يا يا جبناهن على لبنان ما نحن كل مدارسنا تلميذنا مدارس الرسمية 300 ألف جبنا 400 ألف سوري يعني طلبنا طلب من التلميذنا صعب كتير صف عم بياخد محله وما دخلوا هالتلميذ هذا التلميذ اللي إجا من سوريا كان قاعد ببلده مكرم معزز لو عنده قوضة ولو عنده أسر صح لسوق الحظ تلميذنا ضحايا الرؤسة والملوك وغيره بالأنظمة العربية اللي نحن فيها جينا نحن مثل ما بيقولوا والأباء يأكلون الحسرم والأبناء يدرسون جبناهن لامتيحان صعب كتير عليهم وعلينا فقد ما نعمل مهم صعب كتير أكيد إذا أنت بتاخدلي محلي بتجيب ابنك بياخد محل ابني والبلد بلدي يعني مناح نحن بس مش الأد أكيد فعررناهم فهذا التحدي كبير لكن بدي أقول شغلي ربنا هاي إرادته شئنا أم أبينا بحبهم أو ما بحبهم كمسيحي واجبات أخدمهم بعيوني أنا هيدا اللي بشوفه لكن مثل ما بيقول أبونا نحن قادرين نحملها الحمل قبل كان عنا مشكلة فلسطينية ومعنا مشكلة سورية وإجينا عراقية نحن ما قادرين نحملها الحمل لكن ربنا له إرادة فوق طقطنا العقلية اللي ما بنفهمها علينا نطيع ونكون مدرسة مسيحية ذات رسالة مسيحية ونحب الجميع أبونا عزار تحدثت عن الأصولية بالقصم الأول وتحدثت عنها بقلق وخوف هل فينا نعتبر أن الأصولية هي مخرز خطر موجه إلى عين التربية في شرقنا بالمطلق وإذا مثلا أخذنا أطلعنا من إطارنا بلبنان وسوريا إلى مصر تحديدا وإلى ما جرى في آخر سنة أو سنة ونص الطالب المصري شاف ما جرى في دور العبادة وهشين عكس وشفنا حالة التسامح عند الناس وحالة المحبة المسيحية الكبرى يعني هني فينا قيدين هالمخرز مخرز الأصولية سهل إبعاده عن عين التربية بأولادنا بحياة أولادنا صحيح في صعوب كتير في صعوب كتير الأصولية والتعصب هو مخرز آسي في التربية لأنه التربية في عمقها شو هي التربية أنك أنت ترقي الإنسان خليه يجعل يكون منفتح وهيدا اللي نحن عم نسعى عليه في قلب مدرسنا أنا متأثر بكلام نقال من بطاركة الشرق مرة قال المؤمن يؤمن بالله والمتعصب يؤمن بنفسه من هالمنطلق هيدا هذا المخرز اللي مرات كتير بيكون ما حدا عم يستعمله بيصال لوقت لمصالح أنانية ومصالح شخصية منرجع من خلي هالمخرز يبين لحتى يدرب التربية والصماء ونحن ما بدنا تلميزنا اليوم تلميز كل لبنان مش تميز مدارسنا فقط أن يكونوا طالعين من المدارس وحطين بزهنهم أنه فلان منه من الحزب تابعوا لي هي أهم نقطة وفلان منه من المدرسة تابعوا لي وفلان منه من الدين تابعوا لي وفلان منه من الطايفة تابعوا لي اللي بتحترم كل إنسان الوفاء للإنسانية وللوطن بدرجة أولى بدرجة أولى وبتكون هي عم بتزيح خطر هذا المخرز اللي هو التعصب واللي هو القوقع على الزيت وبالتالي الإنهيار الكبير اللي بتسببه لما بتسقط مدارسنا ولما بيسقط دورنا التربية ودورنا التعليمية نحن سألنا الناس هني برأيون شو بيصير لما بيختلط الولد مع الولد الآخر من غير معتقد وعطونا إجابات ونبنسمعها سوا أكيد بيخفف التعصب لأنه بيخفف التوتر بين طرف الثاني بين الأديان كلها يعني حلو التعيش بين الكل ما في مشكلة حتى ما بسأل حدا من رفقاتي شو دين ونلا هني بيسألوني نفكر بس أن أحنا لبنانية لا بلع مذهب وبلع شي إذا أهله كانوا متعصبين رح ينجر معهم إذا أهله ما كانوا متعصبين ديجا هو أصلا ما حيكون عنده إيها طبعا بيتقبلوا من هني وصغار بيتعودوا على الفكرة أنه هني عايشين ببلد واحد وفيه تنوع اللي من العائلة هي التربية من العائلة شوية مش بالمدرسة بديك تشوفي كيف يعلموهم بالأهل ما رح يدال مسكر على حاله بمدرسته ببيئته بديد هار يشتغل بغير مناطق بغير دول لازم يكون بيعرف غير أديان رفيقه مسلم بيجي بيجي على أماؤه بيجي أنه بيدافع عنه شوية على القليلة وأنه هذا رفيقه مسلم حتى لو مسلم بيدافع عنه لأنه رفيقه نحنا بلد تعيش وأنه نعيش مسلم مسيحي كل الطواف نحنا بالنهاية أخويا وقت يكونوا اتنينته موجودين مع بعض الولاد يعني أكيد مجتمع أفضل بيتواصلوا وبيصيروا يحبوا بعضهم بس يكبروا ما بيعودوا يكرهوا بعضهم لأنه بيربوا على الحقيقة ماش على الكذب سمعنا أراء الناس إيجابية بامتياز نحنا بلنخطب معكم هالحلقة من عبور الكنيسة والتربية والتعليم بإيجابية بعد عندي شيكم دقيقة ومعك أبعزار قبل ما ننتقل لدكتور قسطة اللي هو طبعا مستضيفنا بدنا نحكي عن محور إيجابي أنه المدارس المسيحية في هالشرق كانت ومازالت وستبقى صرح تربوي مضيء ودور اجتماعي رائد بدقيقة أو حتى أهل أنا بأعتقد من أهم القيم اللي نحنا لازم ننشئ عليها وهيدا اللي عم ينعمل القناعة القناعة بدعوتي أنا شو والقناعة وأبوه الغيري ضمن قناعاته وما نكون عم نشيل هذه القناعات من بعضنا البعض ومن أهم هذه القناعات أنه نكون نحن مؤمنين أنه نحن أبناء وطن واحد وعلينا دوما أنه ننق الذاكرة حتى نروح إلى البدايات يوم اللي الله خلقها الكون وخلقوا حسن وحلو ونحن علينا متل ما بقول سعيد عقل علينا نحن نحن أنه ناخد الإزميل متل ما بقول سعيد وإنت أنت تكمل التحفي هالتحفي اللي حكي عنا هي أمانة بين إيديكم المدارس المسيحية على اختلاف العقائد دكتور قصطى أنا بأقل من دقيقة معك بدي أختم بأحلى صورة المدارس المسيحية تساعد المحتاج تمود اليد لكل صاحب حاجة خاصة وهي فينا نقول منارة فيها الشرق لمستقبل أفضل شو بتختم؟ أنا بوجه ندق للمسؤولين باللبنان والمسؤولين بالدول العربية وخاصة مصر والإردن وسوريا يشددوا على المدرسة الخاصة ويحطوا جميع الطوايف بالمدارس تبعولهم المدارس المسيحية هاي رسالتها لكن الدولة لازم تساعدهم وتساعدنا لنقدر نخلي هالتلميذ من كل الطوايف مع بعض لأن انت بتعرف وأنا بعرف مش ممكن قضي معك 12 سنة من عمري من الأربعة سنين للعشرين سنة وارجع تخانق معك بعدين كل ما نكتر هيدا الخليط مثل ما عم تعمر المدارس المسيحية منكون عم نطيع رسالة المسيح بشكل أفضل نحن ما نشكركم الأب بطرس عزار أمين عام المدارس الكاسوريكية في لبنان أنت وأنا كنا بضيافة دكتور نبيل أسطى وطبعا هالجمعية الكريمة عنده والهوب أكاديمي لما ننوه ونقول أنه عنده دور تربوي واجتماعي رائد ونحن بضيافة شكرا لألكم ولا حضوركم الكريم معنا بهالحلقة وعطيتونا أحلى صورة عن لقاء الكاسوريك والإنجليين في محور التربية لقاء والتقاء لمستقبل أفضل أهلا وسهلا فيكم وشكرا لألكم شكرا لمتابعتكم جميعا مشاهدينا شكرا لكل الشباب الفريق العامل عبور الكنيسة والتربية والتعليم لقاء لمستقبل أفضل لألنا جميعا في هالمنطقة واتظلوا بألف خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة